اخبار اليوم اهلا بكم في حلقة جديدة من مطبخ نيفين مع بوابط اخبار اليوم وحلوات عيد الفطر الموجود حالدة ان شاء الله هنعمل مع بعض القرص الطرية عندنا المكونات معلقة ونصف كبيرة من الخاميره البودر اللي هي الخاميره الفوريه وعندنا 3-4 معالق كبيره من السمسم عندنا كوباية من السمنة نصف كيلو دقيق ولبن للعجل هنيجي للطريقة عندنا اول حاجة اللي دي ده انا حط عليه شوية ملح هنحط الديق هنا بسم الله الرحمن الرحيم كده وهنحط الخاميره والسمسم نقلب وبسم الله الرحمن الرحيم انت لازم تستخدمي ايدك وانت بتعملي العجينة علشان تبقي عارفة يعني محتاجة دقيق مش محتاجة دقيق لازم تبقي انت اللي متحكمة فيها بايدك هنحط الكمية السمنة بتاعتنا بالشكل ده وهنبتدي ندخلها في الدقيق لو لو انت حابة تحطي ريحة كحك مفيش مشكلة يديها بس يعني نكها كده اهو نعمل كده لحد ما السمنة تبقى مع الدقيق متشربة من كده زي زي حبات اللاملة كده بالشكل ده هنبتدي بقى هنجيب اللبن بتاعنا ونحط شوية بشوية يعني احنا مش هنحط اللبن كله كفعة واحدة لحد ما العجينة تبقى خلاص كده مش محتاجة لبن معنا تاني لازم نعجينها كويس قوي نحط شوية لبن كمان نعجينها بالشكل ده كده هنجينها كويس قوي بحس ان هي ما تبقاش بتلزق في الايد اهو طبعا كده ما قلت لك ايدك بتبقى هي المعيار اللي بيقيس العجينة محتاجة لدقيق او محتاجة للبن ولا لأ انا كده عندي العجينة كويسة قوي اهي بالشكل ده انا هغطيها دلوقتي وصيبها تكمر ونكملها عجينة القرصة اهي اه بعد ما خمرت هنجيبها هنا بقى بسم الله الرحمن الرحيم بالشكل ده طبعا الرخامة تكون نضيفة جدا اللي هنشتغل عليها هنجمع العجينة كده ونفردها بالنشابة وممكن برضو نفردها بادينا المهم ان هي كلها تبقى صمك واحد وطبعا مش عايزنا تبقى رقيقة قوي عشان ما تتحللش مننا في النور احنا بنعمل القرص الطلية اللي بتبقى يعني مش نشفة قوي وما بتقلمش بتبقى طلية هنفرد كده فردة كويسة ونراعي ان هو يكون بالحجم المتساوي نعمل بادينا كده برضو ايدك هي اللي بتبقى يعني زي ما بيقولوا العامل اللي انت بتقداري تتحكمي فيه في كل حاجة عشان كده دايما حكت العيد للبسكوتات والعجين والحاجات دي ما نفعش نشتغل بجوانتيات هنجيب بقى القطعة دي اللي هي بالشكل ده وهنقطع عشان تبقى القرص كلها بحجم المتساوي واحد اهو كده بالشكل ده طبعا احنا ممكن نحشيها ملبن او عجوة انا هوليكي بلدو لو حشناها تبقى عاملة ازاي هنشيلها بالحجم ده ونحطها في الصينية انا عندي هنا جايبة صينية الامونيا وحطة فيها ورقة زبدة تانية هي ونقرر بقى العملية دي لحد الاخر انا هنا هول قرص انا جبت بقى اتنين عشان اواريكم طبعا دول احنا عملناهم بالقطعة هنجي هنا واحدة عندي قطعة من العجوة هنعملها كده نفردها على قد القرص بتاعتنا بالشكل ده كده ونقفل عليها كويس نعمل كده للمها كده بادينا وبعدين نبططها تبطيتها خفيفة كده دي القرص اا ام عجوة تمام اهي عندنا بالشكل ده دي دي اللي بالعجوة هنعمل لكم واحدة بالملبن انا عندي واحدة هي عملتها بالقطعة هنجيب بقى قطعة من الملبن تكون قطعة كبيرة كده بالشكل ده عشان طبعا القرص بتبقى يعني حجمها كبير ونقفل كده برضو واللف كده بادينا اهو وضغطة خفيفة عشان ما يخرجش الحشو برا بالشكل ده كده نسويها نخلي شكلها متساوي زي اللي احنا عملناها السادة بالشكل ده اهو ما شاء الله هي شكلها جميل جدا اهي دي كده اللي احنا عملناها بالملبن والتانية اللي بالعجوة هخلص الكمية اللي عندي ونرجع لكم هنا هو انا خلصت الكمية اللي عندي عملت سادة بملبن وبعجوة النص كيلو دي اعمال لي اتناشر واحدة من القرص اا طبعا لان انا عاملة لحجم كبير بس احنا هنجيب بقى شوكة ونعمل كده بس حاجة خفيفة كده على الوش عشان ما تنتفخش مننا ضغطة بسيطة خالص كده بالشوكة عشان الهوى وهندخل الصينية دي على رف الاوسط في الفرن على درجة حرارة متوسطة ومية وتمانين لحد ما تستوي لان بيرجع السوة بتاعها لحسب درجة الحرارة بتاعت فرنك انت هدخلها ولما تطلع وليك وتبع عاملة ازاي القرصة هي بعد ما طلعت من الفرن لسه مطلعها اخدت حوالي خمسة واربعين ديئين لازم تبرد خالص قبل ما افتحها واريكم من جوة عاملة ازاي انا هسيبها تبرد واريكم من جوة عاملة ازاي القرصة هي زي ما انتم شايفين بسم الله ان شاء الله جميلة جدا انا جبت هنا اتنين قطعتهم دي اللي احنا عملناها بالعجوة شكلها من جوة ودي اللي احنا عملناها بالمالبن شكلها من جوة وتتقدموا الفة هنا وشوفها اتمنى ان اتعجبكم وكل سنة وانتو طايل دي اتمنى ان اتمنى ان اشتركوا في القناة امتنى ان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة